قال وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ الْيَتِيمِ هو الذي فقد أباه قبل البلوغ لأن الأب هو الذي ينفق هو الذي يربّه هو الذي يعني يعلم كذا أما لا فقد أمه طبعاً مسكين لكن لا يلقى له يتيم اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ يلقى له يتيم واليتيم أمرنا الله تبارك الله أن نرعى ماله فقال سبحانه وتعالى وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحِ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ثم قال سبحانه وتعالى إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا فَإِذَا أَكْلُوا مَا لِلْيَتِيمِ من السبع المُّبِقَات لأن اليتيم ما عند أحد يدافع عنه ما عند أحد يطالب بحقه لأنه يتيم أبوه غير موجود فيتسلط بعض المجرمين على أموال هؤلاء اليتان فالله يتوعدهم سبحانه وتعالى بهذا الحديث المبارك أنه من السبع المُّبِقَات وفي قول الله تبارك وتعالى إِنَّ الَّذِينَ يَكُونَ أَمْ وَلِيَتَامَ ظُلْمًا إِنَّمَ يَكُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا أَعَذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَا